انخفض معدل التضخم في الأردن بنسبة 8% خلال عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة وأبهر تقرير أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض معدل التضخم هي مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.2% والوقود والإنارة بنسبة 4.5% الخضروات والبقلود الجافة والمعلبة بنسبة 4.5% ومجموعة النقل بنسبة 3.9% الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.6% في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة الإيجارات بنسبة 2.6% التبغ والسجائر بنسبة 3.2% الثقافة والترفيه بنسبة 4.6% والتعليم بنسبة 1.9%